إذا حابت هجر إلى كندا كمتطوع من بعد تغير نوعية الإقامة وتبقى هناك بشكل قانوني فأنت الآن في المكان المناسب وفي الوقت المناسب كندا تفتح كل عام بيب الهجرة حتى تستقد ب2500 متطوع من كل جنسيات العالم للمشاركة في تنظيم بطولة التنس المفتوحة أفضل ميزة في هذا البرنامج التطوعي أنت إذا شاركت كمتطوع لن يطلب منك سن محدد يعني عمرك حاليا 16 سنة في مفوق 17 سنة 25 سنة 30 سنة 40 سنة حتى إذا كان عمرك 70 سنة فيحق لك السفر إلى كندا والمشاركة في هذا التطوع ثاني ميزة وهو مش مطلوب منك اختبار في اللغة لا إنجليش ولا فرنسي مش مطلوب منك لغة إطلاقا ثالث ميزة والميزة هذه إذا أنت تفكر أنك تبقى في كندا بعد فترة التطوع يعني شاركت كمتطوع وحاب تبقى في كندا ثانا تمنك بخصوص هذا الموضوع يمكنك البقاء في كندا بعد التطوع بشكل قانوني والعملية سهلة جدا وسأشرحها لك أنت لما يتم قبولك في هذا التطوع ستحصل على خطاب دعوة رسمي حتى تقدم بها على الفيزة الفيزة التي تقدم عليها هي فيزة السياحة العادية لأن لا يوجد فيزة تطوع في كندا فأنت بخطاب الدعوة تقدم على فيزة السياحة بغرض التطوع ولما تحصل على الفيزة وتسفر الكندا يحق لك تغيير نوع الفيزة إلى عمل أو نوع ثاني وأصلا كلكم يعرف أن حكومة كندا تسمح لك بتغيير نوع الفيزة من سياحة إلى فيزة عمل ووقتها يمكنك البقاء في كندا بشكل قانوني والميزة هذه أنا متأكد أنها ستساعد الكثير منكم خاصة للناس اللي حابة تشتغل وتعيش في كندا فإذا أنت مهتم بالجراء إلى كندا مهما كان مستوىك التعليمي مهما كانت دولتك معك خبرة أو لا مهما كان عمرك فهذه فرصة لك لازم تستغلها بشكل صحيح ولما لا يكون لك مقعد مع الـ 2500 متطوع وين اليوم حتى نساعدك أكثر سأقدم لك كل المعلومات ونفسر لك طريقة التقديم خطوة بخطوة اعمل لايك للفيديو كدعم للمجهود وإذا كنت جديد في القناة اشتركوا فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد انقدموا أول بأول كما تشاهدون أمامكم من الموقع الرسمي للبطولة المفتوحة للتنس وليكما قلنا ستقارن في مدينة تورينتو ومنتريال الكندية البطولة هذه مشهورة في كندا وكل عام يسافر لها ألف المججعين من كل دول العالم حتى يشاهدوا مباريات التنس فكندا تحتاج كل سنة إلى 2500 متطوع حتى يشاركوا في تنظيم البطولة ويكونوا متواجدين طول فترة البطولة البطولة ستبدأ في شهر أود أغسطس وستستمر لآخر الشهر لكن أنت كمتطوع يجب أن تكون متواجد قبل افتتاح البطولة لأنك ستحصل على تدريب ومن بعد تبدأ في تنظيم البطولة طبعا أنت وبقية المتطوعين نقطة مهمة حاب نتكلم عنها منذ شهر تقريبا هناك منشئ محتوي تكلم عن هذا التطوع على اليوتيوب وعلى التيك توك ويمكن حتى منكم من شاهد ناس تتكلم عن التطوع هذا الوحيد لما تكلم عنه تقريبا هو أنا لماذا أنا ما تكلمت عنه قبل بشهر لأنه قبل بشهر لا يوجد تطوع بمعنى أوضح المنظمة وقتها تقول لك سجل بالإيميل ولما نفتح باب التقديم على التطوع سنرصلك رسالة قولك فيها يا سيد تم فتح تقديم على التطوع أنا ما فتني حتى شيء بالعكس قلت لما المنظمة تفتح التطوع بشكل رسمي قدموا فيديو نفسروا فيه كل المعلومات لما المنظمة تفتح التسجيل أحنا نكونوا أول ناس تفسر طريقة التقديم وهذا اللي صار اليوم أنا أول شخص في الوطن العربي يفسر عملية تقديم على التطوع في بطولة التنس الناس لكل كلمة عن التطوع قبل بشهر ما نفسروا كيف الشخص يقدم لأنه وقتها لا توجد استمار التقديم وأنا أول شخص بشي فسر التاريخ حسنا ستجد الصفحة الرسمية في صندوق التعليقات في أول تعليق تدخل لها ستفتح لك هكذا هذه الصفحة الرسمية الخاصة بالتطوع في البطولة هنا يقول لك انضم إلى فريقنا الذي يتكون من 2500 متطوع في مونتاريال وتورينتو لتجربة العمر في واحدة من أرقى بطولة التنس في العالم ننزل للأسفل هنا أنت ستجد سوز برامج إما تشارك في التطوع في مدينة مونتاريال أو تشارك في التطوع في مدينة تورينتو يجمع نفس عملية التقديم ونفس الإجراءات الشيء المتغير هنا أن البطولة ستقام في مدينتين لهم تورينتو ومونتاريال فأنت تختار المدينة لحاب تتطوع فيها بنفسك وملاحظة مهمة المنظمة ما زالت لم تفتح التقديم على مونتاريال يعني إذا حاب تتطوع في مونتاريال لازم تستنى فتح باب التقديم عليها لأن البارحة تقريبا تنفتح التطوع على مدينة تورينتو ويمكن بعد يوم أو يومين يتم فتح التقديم على مونتاريال يعني أنت حتى إذا شاهدت الفيديو بعد أسبوع ودخلت على رابط الصفحة هذه احتمال كبير تجد مونتاريال فاتحة التقديم حسناً أحنا اليوم سنقوم بالتقديم على مدينة تورنتو وأعيد مرة أخرى سوى قدمت على مونتاريال أو تورنتو ستجد نفس استمارة التقديم ونفس الشروط والامتيازات حسناً هنا برنامج التطوع الثاني خاص بتورنتو ترغط على متطوع ستفتح لك الصفحة هذه هنا خاصة بالمتطلبات والالتزامات أنا حتى نسهل عليكم لازم يكون عمرك 16 سنة فما فوق لا يوجد شرط للسن المهم عمرك أكثر من 16 سنة وتكون متاح قبل بشهر من افتتاح البطولة حتى تتلقى تدريب وتستلم أزاي اللي باش تتطوع به ويجب إكمال كل مراحل عملية التقديم وتقدم صورة شخصية لك بحجم جواز السفر حسناً هذه كل الشروط والمتطلبات لمطلوب منك خبرة ولا مستوى تعليمي ولا بلد محدد تقريباً بدون شروط حسناً هنا الامتيازات ستحصل عنها إذا تم قبولك نفس الشيء نكون سريح معكم المنظمة لا تتكافل بمصاريف السفر ولا تقدم إقامة للمتطوعين يعني أنت تم قبولك ستحصل على خطاب دعوة رسمي حتى تقدم بها على الفيزا لكن المصاريف تكون على حسابك الشخصي يعني مساريف الفيزا وتركة الطيران والسكن على حساب المتطوع هذه كلها أشياء عادية يعني ستحصل على تذكر لمشاهدة مباراة التنس سيتم دعواتك لحضور حفلة بعد البطولة ستحصل على زي يعني كلها أشياء عادية لكن لا يوجد سكن أو مساريف السفر حسناً خلينا ننتقل مباشرة للتقديم تنزل الأسفل هنا وتضغط على كن متطوع جديد في تورنتو حسناً ستفتح لك الصفحة هذه سأترك لكم الصفحة هذه في صندوق التعليقات أنت هنا تضع اسمك اسم العائلة والإيميل الخاص بك هنا تتركها كما هي متطوع وتضع علامة هنا حتى يتأكدوا من أنك لاستروبوت من بعد ترغط على التالي حسناً الآن ستسلك رسالة من المنظمة على الإيميل اللي سجلت به تدخل الرسالة ستجدها هكذا أنت هنا ترغط على لوغن أو تسجيل الدخول ستفتح لك هكذا جي هنا وتختار أرغب في التطوع هذا العام الخيار الثاني وترغط على يقدم وستفتح لك استمارة التقديم أحنا الآن سنقوم بملء النموذج هذا خطوة بخطوة حسناً أول شيء لازم تحمل صورة شخصية لك بحجم جوز السفر يا جماعة لازم المقاس يكون هكذا 35 مليمتر عرض و45 مليمتر دول أنت تعمل صورة لنفسك من بعد تدخل لأي تطبيق وتعدل في حجم الصورة المهمة تكون الصورة بهذا المقاس يا جماعة أنا حتى انساعدكم وانسهل عليكم سأترك لكم موقع مجاني في صندوق التعليقات في أول تعليق تدخل للموقع سيفتح لك هكذا الموقع هذا خاص بتعديل الصور يعني أنت ترفع صورتك هنا وهو يجعل حجمها بمقييس صورة جواز السفر فأنت إذا وجهت صعوبة في مقييس الصورة تدخل للموقع هذا وتضغط على تحميل صورة طبعاً أنت تكون عامل صورة لنفسك ومجهزها من بعد تختارها هنا وتضغط على أوكي حسناً الموقع سيجعل خلفية الصورة بيضاء أنت هنا جيل مواسفات الصورة وتختار أول خيار حجم الصورة 35 على 45 يعني بمقييس صورة جواز السفر من بعد تضغط هنا على منتهي وتحميل هنا سيطلب منك تسجل دخول أنت تضغط هنا من بعد تختار البريد الإلكتروني تحدد الإيميل الخاص بك من بعد تحمل الصورة بعد ما تحمل الصورة في جهازك تعود للصفحة التطوع وترفعها هنا طبعاً أنا حتى تنساعدكم جبت لكم موقع إذا أنت عندك تطبيق أو موقع ثاني يمكنك استعماله المهم الصورة تكون بنفس مقييس صورة جواز السفر حسناً بعد ما عدلت على الصورة وأمورها 5 على 5 تضغط هنا على إضافة وتضغط على تصفح سيفتح لكي كل الصورة الموجودة في جهازك أنت تختار الصورة اللي عملتها من بعد تضغط على رفع تنتظر قليلاً حتى تحمل الصورة كما تشاهدون أمامكم من بعد نضغط على يستخدم وآخر مرحلة حفظ الصورة الطريقة سهلة جداً إضافة ثانية تصفح تختار صورة من جهازك من بعد تضغط على رفع من بعد يستخدم وحفظ الصورة وهكذا أحنا رفعنا الصورة الخاصة بينا هذه أسعب مرحلة الباقيين سهلين حسناً بعد ما ترفع الصورة لازم تملأ كل البيانات اللي عليها نجمة تضع اسمك اسم العائلة العنوان الخاص بيك المدينة المقيم فيها الرمز البريدي للمدينة الهاتف الخاص بيك بالنسبة رقم الهاتف المنزلي لا تضع فيها شيء عادي جداً أن تتركز على كل سؤال عليه النجمة هيري حسناً تضع تاريخ ميلادك تضغط هنا وتختار السنة والشهر واليوم لتولدت فيه من بعد تضع بلد الإقامة البلد المقيم فيه حالياً ستجد كل الدول تختار البلد المقيم فيه هنا اللغات المنطوقة باستثناء الإنجليزية أنت تضع اللغات لتجيدها تضع لغة فرنسية مثلاً عربية أي لغة تجيدها تضعها حسناً هنا إحالة المتطوع لتضع فيها شيء هذه خاصة بالناس اللي تملك مثلاً شخص في المنظمة هو لدعاها للتطوع حسناً هنا يطلب منك وضع معلومات شخص قريبك أو صديق حتى إذا لقدر الله سار معك شيء المنظمة تتواصل مع هذا الشخص أنت تضع اسم أحد أصدقائك أو عائلتك وهنا تكتب رقم الهاتف الخاص به حسناً هنا تحدد نوع الجنس وحجم الملابس أنت إذا سجلت بالهاتف ستجد هنا ذكر وأمامها مقاسات الزي وستجد أنثة وأمامها مقاسات الزي حسناً بعد ما تحدد مقاس الزي اللي ستتتوع به هنا يقول لك إذا أنت أقل من 18 سنة يعني عمرك 17 سنة 16 سنة فلازم ولي أمرك أمك أو أبوك يوافق عليك حتى تتوع لازم أمك أو أبوك يضع معلوماتها الشخصية ويوافق أنك تتوع مع المنظمة لكن إذا أنت عمرك 18 سنة في المفوق ترى عمري أكثر من 18 سنة وفي الحالة هذه لا تحتاج موافقة من ولي الأمر من بعد ترغط على أنا موافق وترغط على قدم الطلب وهكذا أنت تقدمت بشكل رسمي للتتوع في بطولة التنس المفتوحة لسا تقام في كندا سيسلك إيميل بعد ما تقدم يقول لك فيه طلب التتوع الخاص بي وسل لنا وسنتواصل معك قريباً أنت مع لي كان انتظار مراجعة طلبك في سورة مية المنظمة بدأت فرد على المتقدمين أنا كالعادة سيشارك معكم ستوري على الانستغرام بعد ما المنظمة تراجع طلبات وتم قبولك سيسلك خطاب دعوة رسمي الخطاب هذا أنت يلزمك في عملية التقديم على الفيزا إن شاء الله إذا تقبل عدد منكم كيف أولمبياد باريس نشارك معكم طريقة التقديم على الفيزا بالتفصيل أظن أن المعلومة وصلت للكل بشكل صحيح فقط هذا كان كل شي في فيديو اليوم لو الفيديو هذا أجبك وستفدت منه أي معلومة ما تنسيش تدعمني بلايك وتشارك الفيديو مع أصحابك والناس التي تعرفها مهتمة بالهجرة إلى كندا